ترأس غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريارك القدس للاتين القداس الإلهي في كنيسة مريم المجدلية على ضفاف شاطئ بحيرة طبرية بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وجمع من المؤمنين وفي عظته أعرب غبطته عن دور المؤمن المسيحي باتخاذ موقف واضح أمام تحديات الحياة ومشقاتها وبين الاحتفال والفرح بالفصح المجيد وقال من خلال احتفالنا بعيد المجدلية نتعلم كيف يمكننا أن نجعل من فصحنا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ونحن جميعا نسأل أنفسنا كيف نخلق وحدة في حياتنا ومجتمعاتنا وبين احتفالنا بالقيامة مشيرا إلى أن الإيمان بالقيامة ليس مجرد حقيقة داخلية بل إنها طريقة للوجود في الحياة